حدثنا يزيد أخبران كهماس بن الحسني حدثنا عبد الله بن شقيق حدثني رجل من عنازة يقال له زائدة أو مزيدة بن حوالة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره فنازل الناس منزلا ونازل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل دوحة فرآني وأنا مقبل من حاجة لي وليس غيره وغير كاتبه فقال أنكتبك يا أبن حوالة قلت علام يا رسول الله قال فلها عني وأقبل على الكاتب قال ثم دنوتو دون ذلك قال فقال أنكتبك يا أبن حوالة قلت علاما يا رسول الله قال فلها عني وأقبل على الكاتب قال ثم جئت فقمت عليه ما فإذا في صدر الكتاب أبو بكر وعمر فظننت أنهما لم يكتبا إلا في خير فقال أنكتبك يا أبن حوالة فقلت نعم يا نبي الله فقال يا أبن حوالة كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها سياصي بقر قال قلت أصنع ماذا يا رسول الله قال عليك بالشام ثم قال كيف تصنع في فتنة كأن الأولى فيها نفجة أرناب قال فلا أدري كيف قال في الآخرة ولا أن أكن علمت كيف قال في الآخرة أحب إلي من كذا وكذا أحب إلي من كيف قال في الآخرة 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 أحب إلي من كيف قال في ال�